دستني في خمس دقايق ساعد البشرية على الدخول في عصر جديد سموه العصر الذهبي وفيه قدر البشر يحققوا تقدم تكنولوجي مذهل على جميع الأصعدة خلال هالعصر كمان صنع البشر آلات حربية ذكية اسمها إكزو وتم تشغيلها لمساعدة البشر وبعدين صاروا الإكزو يقاتلوا مع البشر والقارديانز بشكل طبيعي خلال هالعصر الذهبي كمان جرت عدة أبحاث عن مخلوقات غامضة اسمها فيكس وهن المخلوقات بتقدر تتحكم بالزمان والمكان وبتآمن إنه كل شي بهالعالم مقدر يمكن هذا السبب تسمية اللعبة دستني لكن للأسف جميع هاي الأبحاث انتهت لما حدث الانهيار ما في معلومات كتير عن الانهيار لكن منعرف إنه The Darkness قدر يلاقي The Traveler ويدمره بس قبل ما يموت The Traveler قدر يعمل مدينة على شكل ملجأ أخير للبشر على كوكب الأرض كمان ما في معلومات كتير عن The Darkness لكن منعرف إنه كيان فيزيائي حاربوه البشر لمدة طويلة من الزمن بالأخير في حاسوب بذكاء صنعي عالي وأوي كتير اسمه Resputin عرف إنه البشر لح يخسروا المعركة بالتأكيد فطلب منهم انسحاب من المعركة بجميع العتاد المتبقي حتى إشعار آخر هالشي للأسف تسبب بموت عدد كبير من البشر لدرجة إنهم كانوا لحين قرضوا طبعا في قوات من البشر اضطرت تنزح لمنطقة بين كوكبي زحل والمشتري وسموها The Reef وبما إنه هدول النازحين كانوا معرضين لThe Darkness والإشعاعات موجودة بالمنطقة فتشكل منهم عرق جديد اسمه The Awoken بها الفترة الإكزو صاروا يقدروا يفكروا ويتخذوا قرارات لوحدهم والبشر قدروا يبنوا آخر مدينة إلهم على الأرض مع الوقت صارت المدينة تكبر وبنفس الوقت الأعداء صاروا أقرب أول شي بيجوذ فولن وهن المخلوقات فضائية غالبا ما بيهاجموا المناطق المأهولة وبيستولوا على كل شي بيلاقوه فيها هلأ قبل ما يموت The Traveller بيصنع آلات اسمها Ghosts هاي مهمتها البحث عن مقاتلين ميتين من أجل إعادة تأهيلهم واللي هنا بنسميهم Guardians واللي بيحملوا قوة The Traveller أو ما يسمى Light من أجل محاربة The Darkness بعدين بتكتشف عداء آخرين غير The Fallen مثل The Hive اللي بعنشوا على الأمر والفيكس الموجودين على الزهرة والكابل الموجودين على المريخ بعد كم سنة من هالأحداث بيجي دورك حيس بيلاقيك أحد الغوستس وبيجهزك لتحارب أول شي بتواجه The Fallen وبعدين The Hive وبعدين بتلاقي رسبيوتن الحاسوب الزكي اللي حكينا عنه واللي بتكتشف انه لساته عايش وموجود بعد منها بتروح على الأمر لتكتشف ليش The Hive عم يجهزوا جيش للهجوم على الأرض من حصن الحظ بتصل بالوقت المناسب لتوقف أحد تقوصهم الدينية اللي بتهدف لسحب الطاقة المتبقية النترافلر وبتدمر سلاحهم المعروف بSword of Crota وبتقطع الاتصالات بينهم وبين إلههم اللي هو زعيم ضخم اسمه Oryx هو الزعيم الأخير لتاكن كينك فجأة بتقابل أحد الأكزو واللي بيطلب منك تروح الزهرة لتحارب عدوه جديد وبس توصل لهنيك بخبرك أنه إذا انتزعت قلب Black Garden رح يبدأ لترافلر بالتعافي أول خطوة لازم تساويها هو مقابلة ملكة The Reef واللي بتطلب منك لما بتقابلها القطاء على الـ Gate Lord لأنه الرأس تبعه هو المفتاح للـ Black Garden طبعاً أنت بس بتحتاج العين تبعه بتاخدها وبتروح على المريخ لتكتشف أنه الكابال عم يحاولوا كمان يصلوا للـ Black Garden وبتكتشف كمان تفاصيل جديدة عن راسبيوتين واللي بيقدر يسيطر على الـ War Mine بالمريخ الشي اللي بيسمح له التواجد بأي مكان لكن تأثيره لحد الآن شبه معدوم بعد ما توصل للـ Black Garden بتلاقي القلب تبعه وبتلاقي الفيكس حواليك وهون مهمتك بتقضي عليهم كلهم هاي الترافلر صار بأمان تقريباً الترافلر بيبدأ بالتعافي بيعطوك سلاح جديد عديم الفائدة كجائزة ومن الجديد لازم تحارب في داركنس مرة ومرتين وثلاثة والأمور بتضل هيك لحد ما تكتشف مجموعة من الـ Hive عم تحاول تسيطر على راسبيوتين مشان غزوا الأرض بحسن الحظ بتقتلهم كلهم وبتواجه زعيمهم اللي اسمه أومني قول واللي هو ساحر فضائي مخيف بعدها بتكتشف انه The Hive عم يحاولوا إعادة أحياء روح كروتا اللي هو ابن أوريكس هون بتواجههم كلهم وبتقضي عليهم ليطلع لك كروتا بالأخير واللي كمان لازم تقتله مرة جديدة بترجع تحارب في داركنس لحد ما تطلب منك الملكة المساعدة بالتخلص من وحش ضخم من The Fallen اسمه سكولوس واللي قدر بطريقة غريبة انه يقتل عدد كبير من العالم الموجودين بـ The Reef وهرب بعد منها وبدا يحاول يجمع قوات The Fallen مشان يهجم فيهن على الأرض طبعا انت بتلحقه بتقبض عليه وبتزدته بالحبس وكذا مرة بتروح الحبس وبتدمره مرة ومرتين وثلاثة إذن ريسبيوتن بأمان كروتا ميت سكولوس بالحبس انت والملكة أصدقاء والترافلر عم يتعافى على أمل نقدر نرجع للعصر الزهبي كله تمام؟ آه صحيح أوريكس أكيد ما رح يكون مشكلة اشتركوا في القناة